زي ما احنا زي ما احنا تابعنا ولادنا في التشيك برضو في شغل كبير جدا داخل اخطاع النشيب النادل الاهدي شفنا امبارح اجتماع مهم جدا اجتماع كابتن محمود الخطيب مع كابتن خالد بيبو مع بروكتش في حضور ايضا ممثل شركة الاهلي لكرة القدم الكابتن حسام غالي ايضا كابتن امير توفيق كل المنظومة دي وهي موجودة النهاردة علشان نقول لحضراتكم ان العمل مش موجود بس في الفريق الاول في النادل الاهلي وكان ايضا موجود كابتن عبد المنعم شاط لا ده النادل الاهلي النهاردة النادل الاهلي مش فريق اول لكرة القدم ده النادل الاهلي متمثل في اكاديميات وقطاع كبير جدا في الاكاديميات منتشر في كل محافظات مصر الكرة في النادل الاهلي ايضا متمثلة في قطاع ناشئين على اعلى مستوى وايضا كمان لجنة التسويق ودورها المهم النهاردة التسويق مهم جدا بالنسبة لقطاع الناشئين فالاجتماع مبارح كان اجتماع مهم جدا عشان نقدر نربط المنظومة كلها ببعض فكان الكابتن محمود الخطيب حريص على حضور المنظومة كلها سأقول لحضراتكم كابتن حسام غالي ممثل شركة الاهلي لكرة القدم ايضا الكابتن زكريا ناصف لجنة التخطيط كابتن امير توفي لجنة التسويق الكابتن معبدالمنعم شط أكاديميات النادي الأهلي وشوفنا برضو الخبير الأجنابي وكابتن خالد بيبو وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي ده شغل محترم جدا شغل ان شاء الله يعني هنشوف نجاحات كبيرة بكل المجهود الكبير اللي بيبزل علشان كطاع الناشئين بالنادي الأهلي وزي ما احنا بنتكلم عن الاجتماع ده برضو على المستوى الانشائي في كطاع الناشئين بالنادي الأهلي بنشوف في تغيير شامل وجزري دلوقتي في غرف الملابس بتشوف في تغيير في غرف المدربين في تطوير في البنية التحتية نهاردة مهم جدا زي ما انت بتطور وبتضيف لعبين قطاع النشيين بتطور في الملاعب برضو حتة غرف الملابس يعني خلال فترة اللي جاية بيتم تجددها وتطويرها بشكل كبير جدا دي طبعا لقطات واخر الاستعدادات لكل فرق القطاع وشكل الملاعب والاستعداد كبير وزي ما قولوا حضراتكم يوم السبت القادم هتشوفوا كمان يعني ملعب اربعة ده ملعب المباريات في مدينة نصر يعني اللي هيفتتح مبارياته بلقاء الاهلي والشداد الدخان فريق الشباب النادي الاهلي